سلام عليكم Quadratic equations حل المعادلات التربعية بالقانون العام أخذنا من أول في دروس سابقة أنه كيف نحل المعادلات التربعية بالفرق من المربعين بالتحليل بأخذ العام المشترك في قانون عام مهما كان شكل المعادلة التربعية يقدر يحلها القانون العام هو X تساوي سالب B زائد ناقص الجذر التربيعي لB تربيع ناقص 4AC على 2A طبعا راح نشوف مثال الآن ما راح نحله لكن راح نوضح كيف ممكن نستخدم هذا الكودراتيك فوملا في محاضرات قادمة إن شاء الله راح نشوف كيف نحل هذه الأمثلة الآن الشكل العام لأي معادلة تربعية هو A X تربيع زائد B X زائد C يساوي الصفر القانون العام اللي لازم نحفظه X يساوي سالب B زائد ناقص B تربيع ناقص 4AC على 2A الآن ما هو الB؟ الB دائما هو معامل X بالإشارة إذا كان موجب أخذه موجب وإذا كان سالب أخذه سالب لاحظوا القانون يقول سالب بعدين B وB هذه نفسها ما هو الA؟ الA هو معامل X تربيع بإشارته ما هو السي؟ السي اللي هو الثابت العدد الثابت بدون A X الآن قد تكون في حالات الA والB والC موجودات قد تكون في حالات مثل هذه الحالة قد تكون حالات A لكن الB يساوي الصفر وعندي C بمعنى ممكن يكون عندي ثلاثة X تربيع زائد خمسة تساوي صفر الآن ما في أي B ليش؟ لأنه ما في X وفي حالات ممكن الA موجود الB موجود لكن الC يساوي صفر بمعنى ممكن يكون عندي ثلاثة X تربيع زائد ستة X يساوي صفر لاحظوا ما عندي ثابت عندي معامل X تربيع ومعامل X لكن لا يمكن للA لا يمكن للA إنها تساوي الصفر السبب إنه إذا كانت الA بتساوي الصفر هذا المقدار راح فظلت معادلة إيش؟ خطية وليس تربيعية الآن لو كان عندي مثال X تربيع ناقص ثلاثة X زائد ثني ساوي الصفر أريد أطلع قيمة الA وقيمة الB وقيمة الس ما هي الA؟ الA هي معامل X تربيع شو معامل X تربيع؟ بإشارته واحد الB ما هو الB؟ معامل X بإشارته الB بكم؟ بسالب ثلاثة الس اللي هو العدد الثابت بإشارته ما هو الس 2 الآن في كثير من الطلاب يخربطون يعني لو عطيت هذا المثال بالشكل التالي سالب ثلاثة X زائد 2 زائد X تربيع يساوي الصفر هذا هو نفسه هذا المثال بس اللهم رتبته غيرت الترتيب الآن قبل ما أحل كنصيحة ابدوا دائما بالX تربيع بإشارته X تربيع موجبة؟ ما نكتب الموجبة بعدين نأخذ X اللي هي سالب ثلاثة X بعدين نأخذ الثابت زائد 2 يساوي الصفر الآن أقدر أحل أطلع قيمة A اللي هي واحد وقيمة B اللي هي سالب ثلاثة وقيمة C اللي هي كم اللي هي اتنين الآن في فيديوهات قادمة رح نشوف كيف نحل ونطبق الفورمولة